موسيقى رحلتنا اليوم إلى مدينة الاستكشاف والمعرفة إنها مدينة العلوم مدينة التجارب والعلماء الصغار هيا لننطلق ونكتشف معا معلومات جديدة هيا يا شادي تعال بسرعة فقد بدأت المسلجات بالذوبان ولما تبدأ بالذوبان؟ بسبب الحر فإن في ذلك سر وما هو هذا السر؟ ما رأيك أن نبدأ رحلتنا الجديدة؟ لنتعرف على سر جديد من أسرار العلوم موسيقى ما زلنا في مدينة المادة يا شادي وهؤلاء هم أصدقاؤنا الثلاث أصل والسائل والغال إنهم يشعرون بالحيرة لنرى ما هي المشكلة مرحبا أصدقائنا أنا الحالة الصلبة وهذا صديقائي نحن الحالات الثلاث للمادة نرغب بالتحول من حالتنا إلى حالات جديدة مختلفة هل يمكنكم مساعدتنا؟ نعم بالطبع رافقونا في رحلتنا لنبحث لكم عن حل للمشكلة موسيقى إن هذا هو قصر الأمنيات هيا بنا لندخل مرحبا بكم أنا أمير التحول هل تحتاجون للمساعدة؟ نعم فأصدقاؤنا الحالات الثلاث الصلب والسائل والغاز يرغبون بتغيير حالاتهم إلى حالات جديدة ولكننا بحاجة لمساعدة صديقتنا درجة الحرارة وما هو دور درجة الحرارة؟ إنها تساعد على التحول من حالة إلى أخرى فعندما نقوم بتسخين الماء يتحول من حالته السائلة إلى حالته الغازية وهو ما نلاحظه عند انطلاق البخار من الأبريق عندما نقوم بتسخينه وهذه العملية تسمى التبخر وكذلك في الصيف تتبخر أجزاء من مياه البحار والمحيطات فتتحول إلى غيوم أي إلى الحالة الغازية إذن أيتها الحالة السائلة ستقوم درجة الحرارة بتحويلك إلى الحالة الغازية أنا موافقة كما يمكننا تحويلك إلى حالة صلبة أيضا وكيف ذلك؟ عن طريق التبريد فعندما نضع الماء السائل ضمن قالب للثلج داخل التلاجة لفترة طويلة يتحول الماء السائل إلى قطع صلبة من الجليد وتسمى هذه العملية بالتجمد كما تحدث أيضا في الشتاء فتتجمد مياه البحار والمحيطات والأنهار وإلى ماذا ستتحول الحالة الصلبة؟ ستقوم درجة الحرارة بتحويل الحالة الصلبة إلى حالة سائلة وهذه العملية تسمى الدوبان فعندما نقوم بتسخين قطعة جليد تذوب وتتحول إلى ماء سائل وهذا ما يحدث أيضا في الصيف فتذوب قطع الثلج والجليد في أعالي الجبال وتتحول إلى حالة سائلة إذن أنت أيتها الحالة الصلبة أيضا يمكنك التحول إلى حالة سائلة مستعدة دائما بقيت الحالة الغازية إلى ماذا ستتحول؟ ستتحول الحالة الغازية عند تبريدها إلى حالة سائلة وهذا التحول يسمى التكاثف ففي الشتاء تتحول الغيوم من الحالة الغازية إلى أمطار أي إلى الحالة السائلة ويمكن ملاحظة هذه العمليات أيضا عندما نضع غطاء أمام البخار الذي يخرج من الأبريق عند غليانه فيتحول البخار إلى ماء سائل يتساقط عن الغطاء إذن استعدي أيتها الحالة الغازية لتتكاثف وتتحول إلى حالة سائلة أنا مشتعدة شكرا لمساعدتك يا أمير التحول وشكرا لمساعدتي صديقتنا درجة الحرارة فبدونها لا يحدث تحول لحالات المادة إذن ما هي تحولات المادة التي تعلمناها يا شادي التحولات هي التبخر والتجمد والانصهار والتكاثف التبخر هو وتحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية بالتسخين والتجمد هو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة بالتبريد أما الانصهار فهو تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة باكتساب الحرارة أما التكاثف فهو تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة بفقدان الحرارة صحيح يا شادي فإن هذه التحولات تحدث بصورة مستمرة وهي تشكل دورة الماء في الطبيعة وما هي دورة الماء في الطبيعة؟ في الصيف يتبخر جزء من مياه البحار والمحيطات وتتحول إلى غيومين وهذه العملية تسمى التبخر وفي الشتاء تتكاثف هذه الغيوم وتهطل الأمطار وهذه العملية تسمى التكاثف ثم تتحول الأمطار إلى ثلوج وتتجمد في إعالي الجبال وهذه العملية تدعى التجمد فتذوب الثلوج في أعالي الجبال بسبب حرارة الشمس وتتحول إلى مياه تعود إلى البحار مرة أخرى لتتبخر ثانية وهكذا إذن دورة الماء في الطبيعة تبخر ثم تكاثف ثم تجمد ثم زوابان لتعود المياه مرة أخرى وتتبخر ثم تتكاثف وهكذا هيا يا شادي لنصل العبارات الآتية بما يناسبها حسنا سأقوم بإيصالها تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة يسمى انصهار تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة يسمى تكاثف يحدث التكاثف بفقتان الحرارة يحدث التبخر باكتساب الحرارة شكرا لك يا شادي شكرا لكم أصدقائي وإلى اللقاء في حلقة جديدة من سلسلة العلوم والحياة اشتركوا في القناة